اشترين ثلاثين كلها تتكلم عن التكنولوجيا تتكلم عن التقنية تتكلم عن هذا كيف الآن أو كيف نستطيع أن نستفيد من هالتقنية في خدمة الوطن مثلا بشكل عام مثلا سواء من اتجاب اكتروني أو غيرها الرؤية عشرين ثلاثين تهدف في المقام الأول إلى صناعة الإنسان وجعل هذا المواطن يعني قدوة في تفاصيله ومنتج وأيضا يعتبر جزء من المجتمع المعرفة تقنيا ومهاريا وقياديا والتقنية اليوم هي أحد أهم عوامر النهضة في أي مكان في العالم المتقدم تقنيا هو الذي يقود مو بالعالم يعني يتكلم عن قيادة المال قيادة الاقتصاد قيادة السياسة قيادة النفوذ كلها مبنية على العلم والمعرفة المسبقة وتحليل البيانات وقدرتك على استنباط وفهم الحقائق الموجودة وأيضا استشراف المستقبل في اليوم التقنية أتاحت لنا المعرفة هذه كلها وسهلتها علينا واصبح سهل جدا على الإنسان أنه يعرف ماذا حدث وكيف حدث وكيف لو تكرر هذا الأمر من الذي قد يحدث في السابق كانت دول العالم تسابق على المعلومة تدفع فلوس لجهات وأفراد عشان بس تذهب مئات الأميال بل ألاف الأميال عشان يصل على المعلومة والخبر يصل لحظة على مقال بل أحيانا الشعوب اليوم هي من تصنع الأخبار وهي من تؤسس للأحداث وهي من تقود للأحداث كلها عبر أوعية التقنية حتى التجارة الإلكترونية دكتور من ضمن الرؤية من أهم أمور الرؤية لذلك أنا أول شيء أنصح كل الإنسان أن يجعل التقنية ليست إلا جسر ومعبر وممرلة للمعرفة وهي الهدف هدفي من التقنية ليس فقط أعبي جوب منها يعني الاستغلال الجيد استغلالها هو استغلال جيد وإيجابي ومفيد مثمر فأنا أقول اليوم كل واحد عندها أنت عندك في الشيالات رجاء نجزك نبي ذوق عالي في هذا المجال فحط لك قناة على اليوتيوب ونزلك صفحة على الفيسبوك ليس يعرف شيء يعرف أنا والله ما عندي لقناة ولا شيء أبعرف معلوم ليه في قضايا الشعر وأيضاً ليه علاقة بمجموعة من المنشدين هو ما يعرف لكن صوته جميل أداءه جميل فيه من يعني شريحة أو فئة من الناس تقول لا تتعب أنا عندي الاستوديو أنا خدمك وعندي القنوات بفتحها لك وعندي تصاميم من اللي تحتاجها لكن أنت أعط جزء من وقتك لهالفئة من الناس اللي تخدم المجتمع فعلاً